بعد أربع سنوات من التكونات الاحترافية والتقنية في مجال الزراعة على سبيل تطوير القطاع يكرم اليوم برنامج دعم قطاع الفلاحة في الجزائر بازا كل المشاركين في المشروع من المؤطرين المهنيين والمتطوعين ومسؤولين الإنتاج نعمل برنامج برنامج دعم قطاع الفلاحة في الجزائر جينا اليوم الهنية باش نوري واش خدمنا عندنا لها الفورماسون اللي خدمتنا لنجحت ولا ما نجحت كما احنا الهنية نقولك يعني الصح نجحنا الفورماسون اللي خدمتنا يا خدمتها قرات ويتمو ما نخلص خطر الخدمة هذه يلزم تمدها يلزم تزعها احنا نخدمه بلدنا وبليجي نخدمه المثال عندنا يلزم نخرجها ننوزعها على البلاد نخدمه على الجزائر انتعنا مشروع بازان طلق بهدف تطوير مختلف الشعب الفلاحية حسب طريقة استخدام المنتج سواء للاستهلاك المباشر او بهدف التحويل الموضوع هذا هو يخص دعم الفلاحي في التقنيات اللازمة للشعبة على الزيت والزيتون والتحويل للزيت باش تكون تستعمل طريقة حديثة وطريقة منظمة هي البحر المتوسط والشمال الافريقي هذا والمكان تعزيتون اذا قررنا لمساحات الزيزائر والاتحاد الاوروبي تقريبنا نمثل الاتحاد الاوروبي ولكن في الانتاج ما راناش في الرياضة رانا تقريبنا بعيد نفكروا باش نرزعون إعادة الاعتبار لهذا الشعب هذه عند طريقة تكوين هذا البرنامج الذي تجسد بالشراكة مع خبراء فرنسيين في كل من ولايات البويرة بيجايا تيزيوزو تمكن من تكوين عدد من الفلاحين في تقنيات فلاحية حديثة ومتطورة نحن مدعمون من الاتحاد الاوروبي من أجل إنجاز مشاريع في زراعة الزيتون من أجل استغلال أمثل جمعنا أكثر من مائة يد عاملة وقسمناهم لورشات عمل وزعنا اليوم أربعة وثلاثين نموذجا تكويني سبعة عشر منهم في الانتاج وسبعة عشر في التحويل هذا الانتاج غير مسبوق في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولم ينجز من قبل منتوج ذو جودة عالية من شأنه تكوين المستشارين والمنتجين والمسؤولين عن الانتاج الأمن الغذائي هو أحد أهداف المشروع لكن أهم ما تهدف إليه هذه التعاونية هو رفع الانتاج الفلاحي خاصة في مجال زيت الزيتون على أمل أن ترتفع صادراته وأن يكون له مساهمة في العائدات بالعملة الصعبة ترجمة نانسي قنقر